التصعيد في غزة يشتعل أكثر من في قبل والسؤال اليوم ما مصير مفاوضات التهدئة؟ بعد ساعات من الغموض والأنباء المتضاربة أكد المتحدث باسم حماس جهاد طهى أن المحادثات ما زالت مستمرة مسؤولون إسرائيليون أفادوا أيضاً بأن المناقشات لم تتوقف لكن يبدو أن هناك من يحاول عرقلتها وفقاً للوفد المفاوض الإسرائيلي الوفد يوجه أصابع الاتهام لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وبحسب القناة الثلاثة عشر الإسرائيلية فقد انتقد قادة الوفد رئيس الوزراء خلال اجتماعهم الأخير ولم يعد سراً أن نتنياهو متمسك بإحدى أبرز النقاط الخلافية في المفاوضات وهي حق إسرائيل في الاستمرار بالحرب حتى تحقيق جميع أهدافها المعلومات تشير أيضاً إلى إصرار نتنياهو على إضافة مطالب جديدة من شأنها تعقيد المحادثات وقد لفتت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن الخلافة مازال قائماً بشأن عودة سكان غزة إلى شمالي القطاع من جهته اعتبر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي في تصريح حديث التوصل لاتفاق لإعادة المحتجزين أمراً مهماً وملحاً وذكر وزير المالية بتسائيل سموتريتش أن المؤسسة الأمنية قررت القبول بصفقة مع حماس بأي ثمن غير أنه لن يكون شريكاً بهذا القرار وفيما أوضح كل من الوفد الإسرائيلي وحماس أن باب الحوار مازال مفتوحاً للتوصل لاتفاق ذكر مصدران مصريان أن المفاوضات مجمدة حتى تثبتت الأبيب جديتها وجاءت هذه التصريحات مباشرة بعد الهجوم الإسرائيلي على المواصي في خان يونس جنوبي القطاع وبالتوازي مع هذه الأحداث لم تعلق واشنطن أحد الوسطاء الرئيسيين في المفاوضات على المنح الذي ستأخذه المحادثات الآن هذه الأخيرة تصب جاب مهتمامها على التحقيق في محاولة اغتيال الرئيس السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب